طواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه من البدع وليس من شرع الله عز وجل وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دينه ولهذا يصح أن يقال كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان ولا يصح أن يقال كم من طائف لله في كل مكان لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة فلا يطاف إلا بالبيت الحرام